إذا فتحنا الماركت بليس على منصة جيفيزو وبحثنا على آخر عرض تم نشره عرض ويبيلو دعونا نقوم بنسخ اسم العرض كوبي ثم نتوجه إلى محرك البحث جوجل ونكتب اسم العرض ويبيلو مع كلمة ريفيو أو مراجعة سوف نلاحظ أن أول نتيجة تظهر لنا موجودة على منصة لينكدين وتم نشر هذه النتيجة منذ يومين فقط نفس الشيء بالنسبة للنتيجة الثانية والتي تم نشرها منذ 14 ساعة فقط موجودة أيضا على منصة لينكدين ولكن في صفحة النتائج أيضا سوف نجد أن هناك أربعة فيديوهات تظهر في الصفحة الأولى للنتائج موجودة على منصة يوتيوب هذه مراجعة للمنتج تم نشرها منذ يوم واحد فقط هذه مراجعة أخرى تم نشرها منذ أربعة أيام الفيديو الثالث تم نشره منذ خمسة أيام أما الفيديو الأخير فكما نرى تم نشره منذ سبعة ساعات فقط أما إذا ذهبنا إلى الماركت بليس في ووريير بلاس مثلا دعونا نقوم بترتيب العروض حسب تاريخ الإطلاق نضغط على سيرتش عرض ويب بلاستر مثلا تم إطلاقه منذ يوم واحد فقط دعونا نبحث له عن مراجعات كوبي نذهب إلى محرك البحث جوجل ونقوم بلصق اسم العرض ثم نضيف كلمة ريفيو النتائج لن تختلف أصدقائي أول أربعة نتائج هم لفيديوهات على يوتيوب ومنهم فيديوان تم نشرهم منذ يومان فقط والفيديو الثاني منذ يوم واحد فقط أما النتيجة التي تليهم مباشرة هي نتيجة موجودة على موقع لينك دين وتم نشرها منذ يومان فقط ونفس الشيء ينطبق على عروض منصة كليك بانك إذا دخلنا هنا وضغطنا على نيو أوفرز أو عروض جديدة وقمنا بنسخ اسم أول نتيجة ديفين انفوكيشن كود ثم ذهبنا إلى محرك البحث جوجل وقمنا بلصق اسم العرض مع إضافة كلمة ريفيو لاحظوا معي أول نتيجة موجودة على منصة لينك دين وهذه النتيجة تم نشرها منذ يومان فقط وفي نفس الصفحة سوف نجد هذا الفيديو عبارة عن مراجعة موجودة على يوتيوب تم نشرها منذ يومان فقط وإذا قمنا بالنزول إلى الأسفل سوف نجد فيديوهات أخرى مثل هذا الفيديو تم نشره منذ أربعة أيام أيضا على منصة يوتيوب هذا أيضا فيديو آخر مدته لا تتجاوز الدقيقة وتم نشره منذ ثلاثة أيام لكن مع ذلك هو يظهر في أول نتائج البحث إذن كل شخص يقوم بفتح هذا الفيديو ويقوم بالضغط على الرابط الموجود في الديسكريبشن ثم يقوم بشراء المنتج صاحب هذا الفيديو سوف يحصل على عمولة قيمتها 50 دولار وإذا حصل على مبيع واحدة يوميا لمدة شهر فهذا الفيديو ممكن أن يربحه إلى غاية 1500 دولار شهريا وكما هو متوقع صاحب هذه القناة يقوم بنشر مراجعات بصفة دورية على يوتيوب والسبب الوحيد لذلك هو أنه متأكد أن هذه الطريقة تأتيه بأرباح كما نرى هناك كل هذه مراجعات موجودة على نفس القناة كذلك بالنسبة للمراجعات الموجودة على منصة لينكدين مثلا هذه النتيجة تظهر كأول نتيجة في محرك البحث جوجل إذا قمنا بفتحها ثم دخلنا إلى صاحب حساب هذه المراجعة نقوم بالنزول إلى الأسفل نضغط على شو أول بوست ثم نضغط على أرتيكلز أو مقالات كما نرى كل هذه المراجعات قام صاحب هذا الحساب بنشرها كما يمكنكم أن تلاحظوا يوجد عشرات المراجعات والتفسير الوحيد لوجود هذا الكم من المراجعات في هذا الحساب هو أن هذه الطريقة تأتي بنتائج الآن كيف يمكننا إنشاء مراجعات من الصفر نضمن بها الظهور في نتائج البحث في مدة لا تتجاوز البضع ساعات باستعمال هذا القالب الاحترافي جدا وأيضا باستعمال الذكاء الاصطناعي حتى إن لم تكن لدينا خبرة في مجال التسويق بالعمولة ولم يكن لدينا أي معلومة حول المنتج وكيف يمكننا دمج قوة منصتين يوتيوب ولينكدين في نفس الاستراتيجية للحصول على أسرع وأقوى نتائج كل هذه الأسئلة وغيرها سوف نجيب عليها في هذا الشرح لكن قبل ذلك دعوني أطرح عليكم هذا السؤال هل لديكم مشكلة في فتح وإدارة حسابات متعددة على منصات مختلفة مثل فيسبوك جوجل انستجرام تيك توك أمازون وغيرها الإجابة وبكل تأكيد هي نعم لأنه في معظم المنصات إذا تم غلق حساب واحد فسوف يتم غلق بقية الحسابات وحتى إن كنت تستعمل VPN مدفوع فعلى الأغلب هذه المنصات سوف تكتشفوا ذلك لذلك دعوني أقدم لكم أفضل حل لهذه المشكلة وهي منصة جولوجين هذه المنصة تسمح لك بفتح مئات الحسابات بطريقة آمنة ومعها بصمة واب أو واب فانجر برينت لكل حساب وكل هذا من مكان واحد فقط وهو منصة جولوجين يعني أن كل واحد من مئات الحسابات التي سوف تقوم بفتحها على أي منصة مثل منصات التواصل الاجتماعي أو منصات التسويق بالعمولة أو منصات التسويق الإلكتروني أو حتى حسابات جوجل وغيرها كل واحد منها سوف يبدو وكأنه مفتوح من جهاز منفصل وبالتالي لا يمكن لأي منصة أن تكتشف أنك تمتلك عديد الحسابات عليها تمنح منصة جولوجين لمستخدميها إمكانية التحكم في الواب فنجر برينت أو البصمات الرقمية لكل متصفح تقوم بفتحه مما يمنح لك خصوصية كاملة عند استخدام الإنترنت وذلك من خلال خمسون أعداد توفرهم هذه المنصة للتحكم في كل متصفح على حدا ليس هذا فقط ولكن منصة جولوجين تروكسيز قوية أي أنه يمكنك استخدام متصفح في هذه المنصة باستعمال IP أمريكي كندي أسترالي أو من أي دولة تريدها مثلا يمكننا تطبيق استراتيجية التيكتوك التي قمت بشرحها في شرح سابق باستعمال منصة جولوجين وبالتالي يمكننا الحصول على مئات حسابات التيكتوك الأمريكية والكندية من داخل نفس المنصة وطبعا استعمال منصة جولوجين سهل جدا أول شيء نقوم بتثبيت برنامج جولوجين نضغط على download for windows وبالمناسبة برنامج جولوجين يعمل على جميع أنظمة التشغيل كما نرى windows linux أنظمة الماك وحتى الاندرويد لذلك يمكنك استعمال هذه المنصة على أي جهاز ها قد تم تحميل برنامج جولوجين الآن نضغط عليه ضغطتان لنقوم بتثبيته بعد ذلك سوف نضغط على I don't have an account sign up نقوم بإدخال الإيميل هنا في الإيميل أدرس بعد ذلك نقوم بإنشاء password ثم نقوم بتأكيدها وفي النهاية نضغط على sign up لتصلنا رسالة تفعيل نقوم بفتحها ثم نضغط على هذا الزر confirm registration الآن نقوم بإدخال الإيميل والباسورد والضغط على login ليتم تحويلنا إلى هذه الواجهة وهنا يمكننا إنشاء العدد الذي نريده من البروفايلز أو الحسابات لإنشاء حساب نضغط هنا على add profile والحساب أو البروفايل نعني به متصفح نختار اسم لهذا المتصفح وليكن مثلا سوف نستعمله في تيك توك إذن أكتب تيك توك هنا في overview نختار نظام التشغيل windows macOS macOS M1 linux أو حتى اندرويد أنا سوف أتركه على windows هنا في البروكسي يمكننا اختيار without proxy بدون أي بروكسي أي أننا سوف نستعمل IP بلدنا أو نختار go login proxy beta وفي الcountry أو الدولة نختار مثلا كندا وسوف نقوم بترك بقية الإعدادات كما هي في النهاية نضغط على create profile يتم الآن إنشاء متصفح google chrome بIP canady نضغط الآن على run ثم نضغط على view وهي قد ظهر المتصفح أقوم بفتحه والآن يمكنني استعمال هذا المتصفح كجهاز منفصل موجود في كندا إذا كتبت هنا what is my IP أقوم بالدخول إلى أول نتيجة كما نرى هذا المتصفح يعمل وكأنه موجود في تورونتو كندا إذن الآن إذا قمت بفتح حساب تيك توك كما نرى بهاته البساطة يمكنني إنشاء حساب تيك توك كندي وحتى إذا فتحت paypal يمكنني الآن إنشاء paypal كندي كما نرى هنا paypal.com slash ca أو كندا إذا أردت أيضا يمكنني إنشاء حساب اندرويد أقوم بالضغط على اندرويد أضغط على create profile ها هو profile 3 أضغط على run وتم فتح profile اندرويد إذا فتحنا تيك توك الآن أضغط هنا فسوف يظهر لي التيك توك الخاص بالاندرويد وكأن هذا الحساب الآن أو هذا البروفيل هو جهاز هاتف ذكي منفصل على جهازي بالمناسبة منصة go login تقدم لكم فترة مجانية لمدة 7 أيام إذن يمكنكم تجربتها مجانا الآن وذلك بالضغط على الرابط الموجود في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت وإذا أعجبتكم خدماتها قوموا بالضغط على الخطوط الثلاث الموجودة في أعلى الصفحة على اليمين بعد ذلك نضغط على settings and members ثم في القائمة الموجودة على اليسار نضغط على billing plans وفي مكان coupon code قوموا بإدخال coupon code الموجود في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت للحصول على تخفيض أو خصم بنسبة 40% تضغطون على pay now ثم هنا تختارون monthly يعني دفع شهري ويمكنكم الحصول على هذه الخطة التي تمنحكم 100 profile أو متصفح منفرد كذلك تحصلون على free proxies ومنها proxies موجودة في دول T1 مثل كندا أستراليا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكذلك دعم متوفر 24 ساعة في اليوم وكامل أيام الأسبوع تضغطون على pay now ثم تختارون وسيلة الدفع التي تناسبكم وتضغطون في النهاية على pay now كما قلت لكم سوف أترك لكم رابط التسجيل في المنصة وكذلك كود خصم للحصول على تخفيض عند شراء الخطة المدفوعة في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت قبل أن نبدأ في الشرح لا تنسوا ضغط زر اللايك والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس على خاصية all أو الكل لتصلكم إشعارات بكل الشروحات القادمة والآن بدون تضيع المزيد من الوقت دعونا نبدأ مباشرة في الشرح السلام عليكم ورحمة الله معكم هيثم في شرح جديد من قناة خارج الصندوق إذا كنتم غير مشتركين في مجموعتنا مجموعة خارج الصندوق على فيسبوك أنصحكم بالاشتراك في هذه المجموعة فهنا نتشارك الاستراتيجيات ونجيب على كل الأسئلة والنقاط الغير واضحة في الشروحات الفارطة كما أرجو منكم الاشتراك في حساباتي على انستغرام وتويتر سوف أترك لكم جميع روابط حساباتي على السوشيال ميديا في صندوق الوصف في شروح فارطة سبق وأن أنشأنا استراتيجيات مبنية على المراجعات وهذه الاستراتيجيات كانت ولا زالت وسوف تبقى لها نتائج قوية جدا لسنوات قادمة وذلك يعود لأمر بسيط جدا الجمهور المستهدف في التسويق بالعمولة أو في أي مجال تسويق عموما ينقسم إلى قسمان القسم الأول هو الذي لا يعلم بوجود المنتج يعني أن هذا القسم لا يعلم أن المنتج بوجود أصلا وهنا مهمتنا هي توعية الجمهور المستهدف بوجود المنتج أو ما يسمى بالأوارنس الأوارنس أو التوعية هي أن نقول للجمهور أن هناك منتج جديد ولديه الوظائف كذا ويساعدك في حل المشكلة ألف أو باء إذن هنا نحن نوعي الجمهور المستهدف بوجود المنتج أصلا وللوصول إلى هذا النوع من الجمهور يجب أن نستعمل الإعلانات المدفوعة لأنك أنت من سوف يبحث عن الجمهور المستهدف لكن لحسن حظنا هناك نوع آخر من الجمهور وهو الجمهور الذي سمع عن المنتج أصلا إذن في هذه الحالة هو تخطى خطوة الأوارنس هو واعي أن هذا المنتج موجود لكنه لازال غير مقتنع بشراء المنتج أو العرض وبالتالي يقوم بالبحث عن مراجعات أو رأي المختصين أو من استخدم هذا المنتج أو العرض حتى يتأكد أن هذا العرض جيد أم لا إذن في هذه الحالة سوف تنقلب الآية والجمهور المستهدف هو من سيبحث عنه كل ما علينا فعله الآن هو إنشاء مراجعة حصرية وقوية نقنع فيها هذا النوع من الجمهور بشراء المنتج وطبعا ذلك سوف يكون عن طريق رابط التصويق بالعمولة الخاص بنا ومن شروط نجاح هذه الاستراتيجية أن تكون المراجعة لعرض جديد لذلك دعونا نبدأ بأول خطوة في هذا الشرح وهي البحث عن عروض تصويق بالعمولة جديدة إذا كنا سوف نستعمل منصة كليك بانك فسوف نأتي في الماركت بلايس هنا ونضغط على وكل هذه عروض جديدة يمكننا استهدافها والعمل عليها مثلا هذا العرض هو عرض جديد والعمولة فيه جيدة جدا تقريبا 51 دولار ولديه جرافيتي محترم جدا 17 يعني أن هناك أكثر من 17 شخص أو مسوق يربحون من هذا العرض في الوقت الحالي كذلك هذا العرض AI فيديو باندل عمولته جيدة 57 دولار للمبيع الواحدة ولديه جرافيتي 2 هذا العرض مثلا نيورو برين عمولته 96 دولار ولديه جرافيتي 0.88 إذن كما قلنا كل هذه عروض جديدة يمكننا استهدافها في هذه الاستراتيجية أما إذا كنا سوف نعمل في منصة Warrior Plus فسوف نأتي هنا في Affiliate نضغط على Offers ثم هنا في Sort By سوف نختار Launch Date أو تاريخ الإصدار تاريخ إطلاق هذه العروض بعد ذلك نضغط على Search ليتم ترتيب العروض حسب تاريخ إصدارها مثلا كل هذه العروض تم إطلاقها اليوم إذن هذه عروض جديدة يمكننا استهدافها هناك أربعة أو خمسة عروض تم إطلاقها بالأمس هناك أيضا ستة عروض تم إطلاقها منذ ثلاثة أيام إذن العروض الجديدة دائما ما تكون متوفرة أما إذا اخترنا العمل على منصة GVZoo سوف نأتي هنا في هذه القائمة نضغط على Affiliates ثم نضغط على Find Products بعد ذلك سوف نقوم بالتعليم على خانة New Products أو عروض جديدة نضغط على Search وها هي كل العروض الجديدة التي تم إطلاقها مؤخرا هذا عرض بتاريخ اليوم هذا عرض تم إطلاقه منذ يومان نفس الشيء بالنسبة لهذا العرض هذا العرض تم إطلاقه بتاريخ 26 واحد كذلك هذا العرض وهذا العرض أيضا إذن كل هذه عروض جديدة يمكننا استهدافها أما إذا أردت أن تجد كل عروض التسويق بالعمولة التي تم إطلاقها مؤخرا وأيضا التي سوف يتم إطلاقها في الأسابيع والأشهر القادمة يمكنك استعمال منصة Manche Eye طبعا سوف أترك لكم جميع المواقع والأدوات المستعملة في هذا الشرح في صندوق الوصف بعد الدخول إلى MancheEye.com هنا سوف نجد العروض التي سوف يتم إطلاقها خلال الأيام والأسابيع وحتى الأشهر القادمة وفي الأسفل سوف نجد العروض التي تم إطلاقها مؤخرا Just Launched هذه العروض تم إطلاقها خلال الأيام القليلة الفارطة مثلا هذا العرض تم إطلاقها منذ يوم واحد على منصة Warrior Plus هذا العرض أيضا تم إطلاقها في نفس اليوم على منصة Warrior Plus نفس الشيء بالنسبة لهذا العرض هذا العرض تم إطلاقها منذ يومين على منصة GVZoo ويوجد أيضا عروض تم إطلاقها على منصات أخرى مثل منصة Infusionsoft كذلك منصة Clickbank والكثير من المنصات الأخرى إذن أنصحكم بفتح موقع ManchEye بشكل دوري حتى تكون لديكم فكرة عن العروض التي سوف يتم إطلاقها في هذا الأسبوع أو في هذا الشهر وبالتالي تكون لديكم دوما أسبقية على بقية المسويقين في هذا الشرح أنا سوف أقوم بتطبيق الاستراتيجية على عرض Nebula هذا العرض تم إطلاقه اليوم على منصة Warrior Plus دعونا نقوم بالضغط عليه وكما نرى العمولة في هذا العرض تتراوح من ثمانية دولارات ونصف إلى ستمائة وواحد وعشرون دولار إذن أول شيء أضغط على Request Approval بعد ذلك أقوم بكتابة جملتان أقنع فيها صاحب هذا العرض بقبولي وكنت قد شرحت الطريقة الصحيحة للقبول في عروض Warrior Plus وGVZoo في شرحا سابق رابط الشرح يظهر لكم الآن في علامة الآي يمكنكم العودة إليه وتطبيقه للقبول في كل عروض Warrior Plus وGVZoo الآن أضغط على Request Offer أقوم بغلق هذه النافذة وأنتظر حتى يتم قبولي لترويج هذا العرض فلنفترض الآن أن هذا الرابط هو رابط التسويق بالعمولة الخاص بي لهذا العرض إذن أقوم بنسخه Copy طبعا رابط التسويق بالعمولة الخاص بي سوف يظهر هنا بمجرد قبولي لكن فقط في هذا الشرح أنا سوف أستخدم هذا الرابط Copy أقوم بفتح Block Note ثم أكتب Affiliate Link نقطتين وأقوم بنسخ رابط التسويق بالعمولة الخاص بي وبهذه الطريقة نكون قد انتهينا من الخطوة الأولى في هذا الشرح لنمر إلى الخطوة الثانية وهي إنشاء مراجعة حصرية لهذا العرض السر وراء ظهور هذه النتائج في الصفحة الأولى من محرك البحث جوجل رغم استخدامهم الذكاء الاصطناعي في إنشاء المراجعات هو التمبليت أو قالب المراجعة هؤلاء الأشخاص يستعملون قالب ذكي جدا يجيب على كل أسئلة الجمهور المستهدف داخل مراجعاتهم لذلك أنا سوف أترك لكم هذا القالب الاحترافي في صندوق الوصف والذي يمكنكم من خلاله إنشاء مراجعة احترافية تظهر في نتائج البحث حتى وإن كانت مصنوعة بالذكاء الاصطناعي الآن دعونا نقوم بتطبيق هذا التمبليت أو هذا القالب في إنشاء مراجعتنا للعرض الذي اخترناه وهو عرض نيابولا أول شيء علينا الدخول لصفحة العرض كي نفهم نيتش العرض الجمهور الذي يستهدفه هذا العرض التقنيات التي يستعملها هذا العرض كذلك ما الذي يعيد به الجمهور والسعر والأبغريدز أو الترقيات الموجودة فيه أول شيء هذا العرض يقول لنا أنه هناك لوبهول أو ثغرة في الفيسبوك يمكنها أن تأتينا بترافيك مجاني يربحنا إلى غاية 472 دولار في اليوم إذن هذا العرض يستهدف الجمهور الذي يريد الحصول على ترافيك مجاني يربح من خلاله على الانترنت إن كان من خلال التسويق الإلكتروني أو التسويق بالعمولة أو غيرها هنا كما نرى سعر العرض هو 17 دولار هذه طريقة عمل العرض نقوم بشرائه ثم يقوم أوتوماتيكيا بإرسال مئات الزيارات المستهدفة لعروض التسويق بالعمولة التي نقوم بترويجها هذا الشخص هو بيليدار وهو الفندور الذي قام بإنشاء هذا العرض هنا ساحب العرض يشرح لنا الأسباب التي تجعل فيسبوك من أفضل المنصات التي يمكننا التسويق عليها إما لمنتجاتنا أو لمنتجات التسويق بالعمولة والكثير من الأمور الأخرى التي يمكننا استعمالها في المراجعة إذن أول خطوة نقوم بها هو الدخول لصفحة العرض لكي نفهم كل شيء عن هذا العرض الآن سوف نقوم بفتح التمبليت ها هو التمبليت وسوف نقوم بتطبيقه على هذا العرض إذن أول شيء الـ H1 أو عنوان المراجعة نقوم بوضع الـ مع كلمة مع كارنتير أو هذا العام إذن أقوم بنسخياتي الجملة اقوم بفتح البلوك نوت وأقوم بلسقها هنا أقوم بتعويض البروداكت نايم هنا البروداكت نايم اسمه نيبولا اقوم بلسقه هنا إذن نيبولا ريفيو والعام هو 2024 العنوان يجب أن يكون بهذا الشكل الآن أضع نقطتان وأضيف مثلا ماذا يمكنك أن تنتظر من هذا العرض وهل هذا العرض حقا يوفر ما يعيد به أم لا هذا سوف يكون عنوان الفيديو وكذلك عنوان مقالتنا الآن نعود إلى السطر ثم نعود إلى التمبليت وكما نرى هنا سوف نقوم بكتابة انترو للمراجعة الانترو ما الذي سوف نكتب فيها أولا سوف نبدأ بالـ PAS والـ PAS تعني Problem Agitation Solution أول شيء الـ Problem وهنا نعني بها ما هي المشكلة التي يحلها هذا العرض علينا في الانترو أن نتطرق إلى هذا المشكل المشكل مثلا الذي يحله هذا العرض هو غلاء الترافيك المدفوع يعني إذا أردت ترافيك مستهدف ومدفوع يجب أن يكون لديك رأس مال كبير هذه مشكلة والمشكلة الثانية هي صعوبة الحصول على ترافيك مجاني إذن سوف أقوم بنسخ هذه الجملة Copy أعود إلى الـ Block Note وأقوم بلسقها Paste كل ما سوف نقوم بكتابته الآن هو عبارة عن أفكار أو رؤوس أقلام لن نقوم بكتابة المراجعة يدويا مثلا هنا أكتب Problem نقطتان Paid Traffic is very expensive الترافيك المدفوع مكلف جدا ثم هنا أقوم بنسخ كلمة Agitation والتي تعني الإثارة إثارة العميل المستهدف وذلك عن طريق أن نوصل له فكرة أننا نتفاهم مشكلته وأننا نحن أيضا نعاني من نفس المشكلة مثلا هنا سوف أكتب It's hard to get free targeted traffic من الصعب الحصول على ترافيك مجاني مستهدف إذا كان العميل يبحث عن review أو مراجعة لهذا المنتج فمن المؤكد أنه يعاني من هذا المشكلة وبمجرد أن نوصل له أننا نتفاهم مشكلته ونحن أيضا نعاني منها فسوف يكون مهتم جدا بمشاهدة الفيديو إلى آخره أو قراءة المراجعة إلى آخرها الآن solution أو الحل إذن solution نقطتان نقوم بوضع اسم العرض Nebula Promises هذا العرض يعيدنا ونقوم بوضع solution أو الحل والحل طبعا موجود في صفحة المنتج ها هو الحل New AI App أدات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي Exploits تستغل ثغرة موجودة في الفيسبوك تمكننا من الحصول على free traffic أو ترافيك مجاني وأرباح تصل إلى 472 دولار في اليوم في 60 ثانية فقط إذن أقوم بنسخاتي الجملة Copy وأقوم بوضعها في الblock note Paste الآن لدينا problem أو المشكل Agitation أو إثارة العميل المستهدف والSolution أو الحل الذي يوفره المنتج وهذا سوف يكون الانترو لمقالتنا بعد ذلك سوف نقوم بطرح بعض الأسئلة في الانترو أول شيء Does اسم المنتج Work هل حقا هذا المنتج يعمل؟ أو يعطينا ما يعدنا به؟ ثم نضيف Is اسم المنتج Legit هل هو قانوني؟ ويفي بوعده؟ يمكننا إضافة مثلا How does اسم العرض Work كيف يعمل هذا العرض What are اسم العرض Pros and cons ما هي إيجابياته وسلبياته؟ وطبعا كل هذه الفقرات موجودة في القالب الذي سوف أشاركه معكم نقوم بترح الأسئلة حتى نقوم بالإجابة عليها داخل المراجعة وبطرح هذه الأسئلة نحن قمنا بتطبيق هذه الخطوة Segway to the rest of the article قم بالتحضير لبقية المقالة نحن قمنا بترح هذه الأسئلة كي نقوم بالتحضير لبقية المقالة الآن سوف نمر إلى أول سكشن أو فقرة في مراجعتنا what is product name إذن أقوم بنسخة الجملة copy وأقوم بنسقها هنا ثم أقوم بتعويض product name أو اسم المنتج باسم المنتج الذي أسوق له إذن أكتب هنا what is nebula أعود إلى السطر وأقوم باستخراج بعض النقاط التي تتحدث عن هذا المنتج ما هو هذا المنتج؟ هو عبارة عن تطبيق جديد يستغل ثغرة جديدة موجودة في فيسبوك للحصول على ترافيق مجاني إذن copy وأقوم بلسقها هنا paste وداخل سكشن تعريف المنتج أو what is product name سوف نقوم بإنشاء فقرتان فرعيتان الأولى نعرف بها بصاحب المنتج who created اسم المنتج من صنع هذا المنتج والفقرة الفرعية الثانية top benefits of product name أو هذا المنتج أفضل خصائص هذا المنتج إذن الفقرة الفرعية الأولى who created هذا المنتج من قام بصناعة هذا المنتج إذن أعود إلى الblock note أقوم بلسق هذا السؤال من قام بصناعة هذا المنتج أقوم بتحويل كلمة product للمنتج الذي أسوق له nebula copy paste أعود إلى السطر وأبحث عن الفندور الذي قام بإنشاء هذا المنتج إذن أعود إلى صفحة المنتج وأقوم بالنزول إلى الأسفل ها هو صاحب المنتج belidar copy أقوم بلسق اسمه في الblock note أكتب هنا nebula is created by belidar وأقوم بإعطاء نبذة صغيرة عن هذا الشخص هذا الشخص هو internet entrepreneur هو مستثمر على الانترنت copy أعود هنا وأكتب who is an internet entrepreneur ويمكنني مثلا أن أضيف who have والذي لديه more than أكثر من عشر سنوات ten years of experience in the make money online niche والذي لديه خبرة تفوق العشر سنوات في مجال الربح من الانترنت بهذه الطريقة أنا كتبت معلومات عن صاحب هذا المنتج طبعا يمكنكم البحث عن صاحب المنتج في جوجل للحصول على معلومات إضافية مثلا هاته المعلومات موجودة في البايو الخاص به على انستغرام يمكننا استغلالها في مراجعتنا مثلا أضيف هاته الجملة and have generated قام بربح أكثر من 9.5 مليون دولار على الانترنت أعود الآن إلى السطر ثم أعود إلى التمبليت وأقوم بنسخ عنوان الفقرة الفرعية الموالية top benefits of product name أفضل مميزات هذا المنتج أعود هنا وأقوم بلسق العنوان أقوم بتغيير product name باسم المنتج copy ثم paste نقطتان وأعود إلى السطر والآن أبحث عن أفضل مميزات هذا العرض طبعا في صفحة العرض مثلا في هذه الفقرة أنا وجدت أن من مميزات هذا العرض هو أنه يمكنك استغلال الثغرة التي اكتشفها صاحب هذا المنتج والموجودة على فيسبوك للحصول على ترافيك مجاني ومستهدف بدون خبرة without tech skills without existing followers حتى إذا لم يكن لديك متابعين وبدون upfront investment دون استثمار أي رأسمال مثلا هنا سوف أكتب يمكنك الوصول إلى مئات العملاء المستهدفين باستعمال الثغرة التي تم اكتشافها مؤخرا على فيسبوك ثم أضيف هذه الجملة without tech skills إذن without tech skills حتى إن لم يكن لديك خبرة without existing followers حتى إن لم يكن لديك متابعين and without وكذلك بدون أن يكون لديك رأسمال upfront investment طبعا يمكنكم إذا أردتم ترجمة هذه الصفحة إلى العربية حتى تفهموا أكثر ما يقدمه العرض ويمكنكم كتابة رؤوس الأقلام التي أقوم بكتابتها الآن باستعمال ترجمة جوجل مثلا إذا ترجمنا هذه الصفحة إلى العربية أختار العربية translate تحورت الجملة إلى الآن في كل مرة نستغل فيها هذه الثغرة نحصل على زيارات مجانية ومئات طبعا البنوك هنا المقصود بها العبولات يوميا بدون المهارات التقنية بدون المتابعين الحاليين أو بدون متابعين وكذلك بدون استثمار هذه واحدة من المزايا الأخرى التي يمكننا استغلالها في فقرة البنيفيتس No money will work is needed at all ليس هناك أي عمل يدوي مطلوب لنجاح هذه الاستراتيجية إذن سوف أقوم بنسخ هذه الجملة Copy وأقوم بوضعها كبنيفيت آخر وضيف مثلا It works on autopilot هذه الطريقة تعمل أوتوماتيكيا بدون أي تدخل منك وبهذه الطريقة نحن أكملنا سكشن تعريف المنتج والتي عرفنا فيها بصاحب المنتج وكذلك أفضل مزايا هذا المنتج نمر الآن إلى الفقرة الثانية وهي ما هي أفضل الميزات أو الخدمات الموجودة في هذا المنتج إذن أقوم بنسخ هذه الجملة أضيفها في البلوك نوت ثم أعوض كالعادة كلمة بروداكت نايم باسم المنتج الذي أسوق له نيبولا copy ثم هنا paste نقطتان وأقوم باستخراج الخدمات أو الميزات الموجودة في هذا المنتج أعود إلى صفحة المنتج أختار مثلا هذه الميزة هذه الثغرة تجعل كل شيء أسهل وأسرع للحصول على أرباح بطريقة أوتوماتيكية باستعمال الترافيك المجاني لفيسبوك copy إذن أعود هنا وأقوم بلسق الميزة الأولى أعود إلى السطر يمكنني مثلا هنا كتابة واحد أعود إلى السطر وأكتب اثنان أبحث عن ميزة أخرى مثلا هذه الميزة الضغطات التي سوف تحصل عليها مستهدفة جدا ويمكن استغلالها في أي نيتش أو أي مجال إذن copy ثم paste أعود إلى السطر ثلاثة أو الميزة الثالثة simply set and forget يعني أن هذه الطريقة لا تستحق أي تدخل منك بمجرد أن تقوم بتطبيقها إذن أعود إلى البلوك نوت paste simply set and forget ثم أضيف مثلا there is no setup or maintenance لن تقوم بأي إصلاحات أو تغييرات عليها بعد ذلك هذه ميزة أخرى هذه الطريقة تعمل في كل المجالات كما نرى هنا promote and sell everything يمكنك أن تروج لأي شيء حرفيا إذن هذه ميزة أخرى أعود إلى السطر أربعة يمكنني أن أفتح قوس affiliate products فاصل e-com products فاصل coaching فاصل services أو خدمات وما إلى ذلك أقوم بغلق القوس ثم أعود إلى السطر أقوم بأخذ هذه الجملة مثلا zero experience you don't need any experience to operate nebula لا تحتاج أي خبرة لتستغل هذا العرض كذلك لن يتم حذرك على أي منصة عند استغلالك لهذه الطريقة كل هذه طبعا مميزات يمكننا أن نقنع بها العميل المستهدف بشراء العرض إذن أنا سوف أكتفي بهذه المميزات لكن كما لاحظتم الطريقة بسيطة جدا كل ما نحتاجه موجود أصلا في صفحة المنتج وهذا طبعا ينطبق على أي منتج تسويق بالعمولة تريدون الربح منه بعد ذلك وكما موضح هنا في هذا القالب each feature will be an H3 سوف نقوم بكتابة فقرة فرعية لكل ميزة قمنا باستخراجها لهذا العرض طبعا تحت عنوان هذه الفقرة best features of product name أو المنتج الذي نسوق له سوف نقوم بكتابة introduction صغير أو مقدمة صغيرة نقول فيها أن هذا العرض لديه الكثير من المميزات أو من الخدمات التي يمكننا استغلالها write an intro to the unique features of this product أكتب فقرة صغيرة تقول فيها أن هذا العرض لديه مميزات لا يمتلكها أي منتج آخر سوف أقوم بنسخاتي الجملة وأضعها قبل المميزات هنا بعد ذلك نمر إلى سعر المنتج أو pricing كما نرى هنا product name pricing نقوم بنسخاتي الجملة copy ونقوم بوضعها في البلوك نوت نضع اسم المنتج ثم نضيف and otos والoto تعني one time offer في كل عرض هناك upgrades أو ترقيات بعضها يكون عبارة عن اشتراكات شهرية أو سنوية والبعض الآخر يكون oto أو one time offer تقوم بالدفع مرة واحدة وهذه المعلومات يمكننا الحصول عليها من صفحة المنتج في warrior plus هنا نضغط على products وكمان نرى يوجد العديد من ال oto's وال oto's هي هاته التي أمامها سام السعر الأصلي للمنتج هو 17 دولار ثم كل ترقية لديها سعرها الخاص هاته الترقية بتسعة دولارات هاته الترقية بتسعة دولارات و95 سنت هاته الترقية أيضا بتسعة دولارات و95 سنت وهكذا دواليك لكن إذا عدنا إلى صفحة المنتج سوف نلاحظ هنا في هاته الكلمة المشتوبة regular price أو السعر الأصلي هو 67 دولار لكن اليوم العرض متوفر بـ 17 دولار طبعا علينا استغلال هاته النقطة إذن هنا سوف نكتب regular price is 67 دولار but for unlimited time لكن لمدة محدودة العرض متوفر بسعر منخفض وهو 17 دولار هاته الجملة سوف تعطي انتباع للعميل أنه إذا لم يشتري العرض الآن فسوف يعود العرض إلى سعره الأصلي وبالتالي سوف يخسر هاته الفرصة الآن سوف نكتب اسم العرض مع كلمة OTIOES إذا كانت طبعا متوفرة في العرض إذن أكتب OTIOES نقطتين ونقوم بنسخ ولسق هاته الترقيات إذن كما قلنا أقوم بنفس الشيء لبقية الترقيات الفقرة الموالية تهم مزايا وعيوب العرض الذي نسوق له product name pros and cons إذن أقوم بنسخ هذا العنوان copy أعود إلى البلوك نوت وأقوم بلسقه أقوم بتعويض كلمة product name باسم العرض نقطتين وكما نلاحظ في هذه الجملة علينا أن نبرر لماذا نذكر مزايا وعيوب هذا المنتج مثلا أنا سوف أقول هنا أن كل منتج لديه مزايا وعيوب والعرض الذي أسوق له وهو عرض nebula لازال جديدا ومن الممكن أن تظهر له عيوب في المستقبل إذن مثلا سوف أكتب each new product or service أي منتج أو خدمة جديدة must have some pros and cons لابد أن لديه بعض المميزات والمساوة that may appear in the future التي يمكن أن تظهر في المستقبل but after using nebula for a few days لكن بعد استعمال هذا العرض لبضعة أيام here are the pros and cons ها هي المميزات والمساوة that I have found التي وجدتها الآن سوف نكتب عنوان فرعي nebula pros أو مزايا هذا العرض نقطتين ونقوم باستخراج بعض المزايا مثلا هذه الميزة العرض يقوم بكل العمل بدلا عنها copy paste أعود إلى السطر أضيف مثلا هذا العرض استغله الكثير من الأشخاص وخاصة منهم المبتدئين وربحوا منه nebula have worked for hundreds of newbie marketers أعود إلى السطر طبعا كل هذه المعلومات نحن نأتي بها من صفحة العرض هذه الجملة تقول أنه حتى إن لم يكن لديك عرض تسوق له نيبلة يأتيك بعروض جاهزة يسوق لها بدلا عنك وتربح أنت إذن copy paste أضفت مثلا مثلا أضيف واجهة تتناسب مع المبتدئين وسهلة الاستعمال الآن سوف نمر إلى المساوة وطبعا لن نقوم بذكر مساوة تضر بترويجنا للمنتج بل بالعكس إذن أكتب الفقرة الفرعية الثانية nebula cons أو مساوة nebula أولا هذه الطريقة ممكن أن تكثر فيها المنافسة قريبا كذلك أضيف المقاعد في هذه الطريقة محدودة جدا نمر الآن إلى الفقرة الموالية وهي product alternatives أو بدائل هذا المنتج إذن أقوم بنسخ هذا العنوان copy وأقوم بوضعه في البلوك نوت paste ثم مكان كلمة product أكتب اسم العرض الذي أسوق له إذا كان العرض بدائل فيمكنك استغلالها والتسويق لها في هذه الفقرة مثلا إذا كان العرض متخصص في خسارة الوزن يمكنك البحث عن عروض تسويق بالعمولة أخرى متخصصة في خسارة الوزن ووضعها في هذه الفقرة إذن إذا كان العميل غير مقتنع بالمراجعة فهذا يزيد من فرصتك في الحصول على مبيعه من عرض تسويق بالعمولة أخر العرض الذي أسوق له الآن يستعمل تقنية جديدة أنا شخصيا لم أراها في أي عرض آخر لذلك هنا في alternatives سوف أكتب هذا العرض يستعمل تكنولوجيا لم يتم التطرق لها من قبل ولهذا السبب ليس له أي بدائل نمر الآن للفقرة الموالية إذا أقوم بنسخ هذا العنوان اعود إلى البلوك نوت وأقوم بلسقه أعود بلسقه بعد ذلك نعود إلى السطر ونقوم بنسخ ولسق العنوان الأول ما هي النتائج التي وصلت إليها عند استعمالي هذا المنتج إذن أقوم بنسخ هذا العنوان وأقوم بلسقه هنا وهنا سوف نقوم بوضع نتائج نحفز من خلالها العملاء على شراء هذا العرض مثلا أنا هنا سوف أكتب ربحت 125 دولار في أول يوم استعملت فيه هذا العرض ثم سوف نقوم بكتابة رؤوس أقلام أو معلومات نريدها أن تكون في ياته الفقرة مثلا سوف أكتب كنت أستعمل الترافيك المدفوع لمدة طويلة وصرفت مئات الدولارات على الإعلانات لذلك قررت أن أعطي نيبولا فرصة والنتائج واعدة جدا في أول يوم استعمالي الترافيك المجاني لنيبولا تمكنت من الحصول على مبيعتين وأرباح ب125 دولار طبعا بالنسبة لشخص استعمل الترافيك المدفوع لمدة طويلة ويرى أن النتائج التي حصل عليها باستعمال عرض نيبولا واعدة فهذا مشجع جدا على شراء العرض الآن سوف نقوم بإعداد الفقرة الفرعية تجربتي مع استعمال العرض الذي أسوق له إذن كوبي وأقوم بلسق العنوان الفرعي هنا كالعادة أضع اسم العرض هنا نقطتان وسوف أقوم بوضع أهم النقاط التي أريدها أن تكون في هذه الفقرة أولا وجهة هذا العرض بسيطة جدا وسهلة أن استعمال إذن نيبولا's interface is very beginner friendly and easy to use أعود إلى السطر هذه الطريقة لا تتطلب أي عمل إضافي النتائج سريعة وواعدة جدا نأتي الآن إلى آخر فقرة الكونكلوجين أو الخلاصة هل عليك شراء هذا المنتج؟ إذن كوبي بيست ونضع اسم المنتج نعود إلى السطر وهنا سوف نضع فقرتان أولا summarize the article in few short paragraphs قم بتلخيص كل ما تحدثت عنه في فقرات صغيرة وفي النهاية sign off with strong call to action or value proposition قم بختم هذه المراجعة بcall to action أو باقتراح فيه قيمة إذن دعونا نبدأ بالفقرات أولا سوف نقول أن هذا العرض يعمل وهو قانوني وحقيقي إذن أكتب اسم العرض ثم أكتب really work and legit هو قانوني ثانيا بعد استعمالي لهذا العرض لبضعة أيام أعتقد أن هذه الطريقة يمكن تطويرها ويمكن أن نحصل من خلالها على أرباح محترمة في الفقرة الثالثة سوف أكتب I encourage you to give Nebula a try وشجعك على أن تعطي لNebula فرصة especially with his low cost price وخاصة مع سعره المنخفض and refund policy ومع سياسة استرجاع الأموال التي يوفرها وطبعا كل عروض Warrior Plus وجيفيزو وكليكبانك توفر سياسة استرجاع الأموال في حال كنت غير راضي على هذا العرض وفي الأخير طبعا سوف نضع ال Call to Action الآن أصبح لدينا كل ما نحتاجه لإنشاء مقالة حسرية نروج من خلالها إلى هذا العرض وفي هذه الخطوة طبعا سوف نستعمل موقع ChatGPT لكن بطبيعة الحال علينا وضع ChatGPT في الإطار قبل أن نبدأ في إنشاء المقالة وذلك لكي نحصل على أفضل النتائج أول prompt سوف أكتبها هنا Hey ChatGPT I will create a review سوف أقوم بإنشاء مراجعة For a new released product لمنتج تم إطلاقه مؤخرا Named Nebula اسمه Nebula And you will write each section of the review separately وسوف تقوم بكتابة كل فقرة من هذه المراجعة على حدات But before that لكن قبل ذلك I want to give you Some instructions that you have To take on consideration While typing every paragraph of this review أريد أن أعطيك بعض التعليمات أو الإرشادات التي عليك تتبعها عند كتابة كل فقرة من هذه المراجعة Do you understand؟ هل تفهموني؟ إذن سوف أضغط كمان أرى Yes I understand نعم أفهمك Please go ahead and provide the instructions سوف أترك لكم هذه ال instructions في صندوق الوصف إذن أقوم بنسخها وهي مجموعة تعليمات سوف تمكننا من تقريب نوعية كتابة ChatGPT أو الذكاء الاصطناعي إلى نوعية كتابة الإنسان العادي إذن سوف أكتب له Here are the instructions نقطتين أقوم بلسقها ثم أضيف Now I want you to keep these instructions in consideration الآن أريدك أن تأخذ هذه التعليمات أو التوجيهات بعين الاعتبار عندما تقوم بكتابة أي فقرة I ask you to write أطلب منك كتابتها Do you understand؟ هل تفهموني؟ وأقوم بالإرسال كما نرى Absolutely I understand your instructions والآن نحن وضعنا ChatGPT في الإطار وسوف نبدأ بكتابة الفقرات الواحدة تلو الأخرى نبدأ بأول فقرة إذن الإنترو أو المقدمة أقوم بنسخها كما هي أعود إلى ChatGPT وأكتب له I want you to write the introduction of this review based on the following information and the instructions I gave you أريدك أن تكتب الانتروديكشن أو المقدمة بناء على المعلومات التي سوف أقدمها لك الآن وكذلك على التعليمات التي قدمتها لك منذ قليل وأقوم بلسق المقدمة ثم أقوم بالإرسال وهقد أعطاني ChatGPT مقدمة جيدة جدا باستعمال التعليمات التي قدمتها له وكذلك المعلومات التي من خلالها قام بكتابة هذه الفقرة الآن سوف أقوم بنسخ هذه الفقرة Copy أقوم بفتح بلوك نوت جديد وأقوم بلسقها هنا أعود إلى السطر ونبدأ في كتابة الفقرة الأولى What is Nebula أقوم بلسق العنوان بعد المقدمة أعود إلى السطر وأقوم بنسخ هذه المعلومات التي جمعتها لهذه الفقرة ثم أكتب له I want you to write the What is Nebula section based on the instructions I gave you previously بناء على التعليمات التي قدمتها لك منذ قليل and the following information والمعلومات التي سوف أقدمها لك الآن ثم نقوم بنسخ ولسق المعلومات التي استخرجناها منذ قليل إذن Copy Paste وأقوم بالإرسال كما نرى قام بكتابة السكشن بطريقة جيدة جدا إذن أقوم بنسخ هذه السكشن Copy أعود إلى البلوك نوت التي أجمع فيها المقالة النهائية وأقوم بلسق السكشن Paste الآن أعود إلى السطر ثم نعود إلى البلوك نوت التي استخرجنا فيها المعلومات لنقوم بإنشاء سكشن Who created Nebula من قام بصناعة هذا العرض إذن Copy أقوم بالاحتفاظ بالعنوان في البلوك نوت الجديد أعود إلى السطر وأقوم بنفس الشيء Now I want you to write the نضعه اسمه Who created Nebula Section Based on the previous instructions and the following information نقطتان نقوم الآن بنسخ ولسق المعلومات التي استخرجناها عن صاحب هذا المنتج Copy ونقوم بلسقها هنا ثم نقوم بالإرسال ها قد قام موقع chat GPT بكتابة السكشن إذن Copy ثم أقوم بلسقها في النتيجة النهائية Paste أعود إلى السطر وأكمل بهذه الطريقة إلى أن ننتهي من إنشاء كل المقالة إذن سوف أكمل بقية المقالة ثم أعود إليكم عدنا أصدقائي وهقد انتهيت من إنشاء كل المراجعة وكما نرى المراجعة منظمة وفيها كل المقاومات التي تجعلها احترافية جدا وجاهزة لتأتينا بأرباح طبعا هاته كل السكشن What is Nebula ثم السكشن الثانية Best Features of Nebula السكشن الثالثة Nebula Pricing and OTOs السكشن الموالية Nebula Pros and Cons Nebula Alternatives ثم هنا Nebula Case Study and Personal Experience وفي النهاية الكونكلوجين Should you buy Nebula مراجعتنا الآن جاهزة وهذا ما يمر بنا إلى النقطة الأخيرة في هذا الشرح وهي نشر المراجعة كما قلنا في أول هذا الشرح أفضل النتائج تأتينا طبعا من منصة LinkedIn كما يمكنكم أن تلاحظوا هذه المراجعة مثلا ظهرت في نتائج البحث رغم أنه تم نشرها منذ 19 ساعة فقط كما نرى هنا ولكن منصة يوتيوب تأتينا بنتائج أسرع بكثير ولتحويل هذه المقالة إلى فيديو احترافي فيه تعليق صوتي أو VoiceOver يبدو تماما كالإنسان سوف نستعمل خدمة الذكاء الاصطناعي لمنصة InVideo سوف أترك لكم رابط التسجيل في هذه المنصة في صندوق الوصف إذن بعد الضغط على الرابط الموجود في صندوق الوصف سوف يتم تحويلنا إلى هذه الصفحة هنا سوف نضغط على Sign Up نقوم بإدخال الإيميل هنا ثم نضغط على Create Account تم إرسال كود تفعيل لحساب الجيميل الذي استعملناه في التسجيل إذا عدنا هنا الآن ها قد وصلنا الكود نقوم بفتح الرسالة ثم نقوم بنسخ هذا الكود نعود هنا ونقوم بلسقه هنا ثم نضغط على Create Account هنا تسألنا المنصة كيف سمعت عن خدماتنا سوف نختار يوتيوب ثم نضغط على Continue تسألنا الآن ما هو سبب استعمالنا لخدمات InVideo سوف نختار Business Marketing ثم نضغط على Continue هنا نقوم بكتابة اسمنا ثم نضغط على Continue للأمانة منصة InVideo أعتبرها المنصة الأفضل من حيث صناعة فيديوهات ذات جودة عالية جدا باستعمال الذكاء الاصطناعي ومثل أي منصة هي تقدم خدمات مجانية وخدمات مدفوعة لكن بالنسبة لهذه الاستراتيجية أنا أنصحكم وبشدة بشراء أرخص خطة في هذه المنصة إذا ضغطنا هنا على Upgrade ثم ضغطنا على Monthly سوف نلاحظ أن الخطة المجانية تسمح لنا بإنشاء 10 دقائق فقط من الفيديوهات في الأسبوع كذلك لا تمكننا من استعمال الفيديوكليبس والصور في iStock وتسمح لنا أيضا باستخراج أربعة فيديوهات فقط في الأسبوع يكون فيها Logo InVideo لكن خطة Alplus والتي سوف تكلفنا 25 دولار فقط في الشهر والذي يعتبر مبلغ زهيد جدا مقارنة بالفيديوهات التي سوف نحصل عليها والأرباح التي يمكن أن نصل لها من خلال هذه الفيديوهات تقدم لنا 50 دقيقة في الشهر من الفيديوهات المصنوعة بالذكاء الاصطناعي يعني إذا كان طول الفيديو الذي نقوم بصناعته 5 دقائق فيمكننا استخراج 10 فيديوهات في الشهر وكذلك تسمح لنا بUnlimited Exports يمكننا استخراج عدد الفيديوهات الذي نريده في الشهر لذلك إذا كان لديكم مبلغ 25 دولار لاستثمار هافياتي الخطة فأنا أنصحكم بذلك وبشدة إذن لترقية الحساب سوف نضغط على Get Plus تقومون بإدخال معلوماتكم البنكية هنا رقم البطاقة تاريخ صلاحية البطاقة والرقم السري الموجود في ظهر البطاقة رمز CVC ثم تقومون بإدخال عنوانكم الشخصي وتضغطون على Pay الآن كيف سوف نقوم بتحويل هذه المقالة إلى فيديو احترافي باستعمال الذكاء الاصطناعي أول شيء سوف نقوم بإضافة Call to Action بعد كل فقرة من فقرات المراجعة مثلا نأتي بعد الفقرة الأولى هنا ونكتب Get Instant Access to اسم المنتج Nebula By clicking the first link in the description below and the first pinned comment أدخل فورا إلى عرض Nebula بالضغط على أول رابط موجود في صندوق الوصف وكذلك في أول تعليق مثبت نمر للفقرة الثانية مثلا ونكتب Get اسم المنتج Nebula For the most discounted price today بأكثر سعر مخفض اليوم By clicking the first link in the description below and the first pinned comment ونضيف Call to Action في كل فقرة بعد ذلك سوف نعود إلى حسابنا في موقع InVideo ثم نضغط هنا على Explore All Workflows ونختار Script to Video ثم هنا سوف نضغط على كلمة Video ونختار YouTube Video طبعا إذا كنتم تستعملون النسخة المجانية فلا يمكنكم لسق أكثر من 3000 حرف لكن إذا كنتم تستخدمون النسخة المدفوعة فيمكنكم نسخ ولسق كل المقالة أنا هنا قمت بلسق هذا الجزء من المراجعة ودعوني أريكم سريعا النتيجة التي سوف نحصل عليها إذن هنا في Make Background Music يمكننا اختيار نوعية الموسيقى التي نريدها أن تكون في الخلفية مثلا سوف أختار Aspirational هنا في Settings Use a Mail سوف أختار رجل كقارئ صوتي أو Voice Over وهنا في Any Voice سوف أختار Clear American Voice ثم أضغط على Continue أضغط على Generate Video يتم الآن تحليل البيانات التي قمت بإدخالها ويختار موقع الذكاء الاصطناعي الصور والفيديوهات التي سوف تظهر في الخلفية يتم الآن تحذير الفيديو هنا علينا اختيار بعض الإعدادات مثلا الجمهور الذي رستهدفه أنا سوف أختار Social Media Enthusiasts هنا Look and Feel سوف أختار Inspiring والبلاتفورم طبعا اليوتيوب الآن أضغط على Continue يتم إنشاء الفيديو وهقد تم إنشاء الفيديو أصدقائي ويمكننا مشاهدته بالضغط على Play ويمكننا التغيير على أي شيء موجود في الفيديو مثلا هنا إذا ضغطنا على Edit يمكننا مثلا تغيير هذه السين أو هذا المشهد بفيديو آخر إما عن طريق رفعه بالضغط على Upload Media أو البحث هنا مثلا سوف أكتب Make Money أقوم بالبحث وأختار مثلا هذا المشهد أضغط على Replace Apply Changes هقد تم تغيير المشهد هنا والأجمل من ذلك هو أنه يمكننا تغيير أي شيء في الفيديو باستعمال البرومبتز تماما كالتي نستعملها في chat GPT مثلا يمكنني هنا تغيير المشهد الأول باستعمال البرومبتز أكتب له Change the first scene قم بتغيير المشهد الأول To a man holding money لشخص يحمل المال أضغط على Generate ننتظر قليلا ليصبح المشهد الأول بهذا الشكل كما يمكننا إضافة صور وفيديوهات للمنتج الذي نسوق له وذلك برفعها هنا بالضغط على Upload كما قلنا مثلا يمكنني أخذ سكرينشوت للمنتج الذي أسوق له أقوم بأخذ سكرينشوت بهذا الشكل أقوم بتسجيل السكرينشوت على سطح المكتب Save أعود هنا أختار السين أو المشهد الذي أريد تغييره مثل هذا المشهد مثلا أضغط على Upload Media أختار السكرينشوت أضغط على Open ها قد تم رفع السكرينشوت بكل بساطة أضغط على Replace تم تعويض المشهد هنا بالسكرينشوت التي أخذتها أضغط على Apply Changes وبهذه الطريقة نكمل بقية المقالة إلى أن نحصل على فيديو احترافي نقوم بالترويج من خلاله للعرض الذي نسوق له كما قلنا إذا كنتم تستعملون حساب مدفوع فيمكنكم نسخ ولسق كل المقالة والتعديل عليها في فيديو واحد أما إذا اخترتم العمل على النسخة المجانية فيجب عليكم تقسيم الفيديو إلى أجزاء لكن تذكروا دائما اختيار نفس الإعدادات في كل الأجزاء نفس الموسيقى نفس الصوت إن كان ذكر أو أنثى ونفس بقية الإعدادات وبمجرد الانتهاء من إنشاء الفيديو سوف نضغط على Export ثم نضغط على Export Video طبعا هنا لا يمكننا التخلص من الواترمارك إذن سوف نضغط على Stock Watermark في Select InVideo AI Branding سوف نختار Normal ثم نضغط على Continue يتم الآن إنشاء الفيديو النهائي والآن يمكننا تحميله بالضغط على Download نقوم بوضع الفيديو على سطح المكتب نضغط على Start Download ودعوني أريكم النتيجة النهائية لهذا الفيديو كما لاحظتم أصدقائي الفيديو يبدو احترافي جدا طبعا كما قلنا إذا استعملتم النسخة المجانية فسوف تقومون بتقسيم الفيديو على أجزاء ثم تقومون بجمعها بأي برنامج مونتاج لكنني طبعا أنصحكم بالنسخة المدفوعة والتي لن تكلفكم أكثر من 25 دولار في الشهر وذلك لإنشاء الفيديو في جزء واحد والتخلص من الواترمارك كما نرى هنا تقريبا كل السينز فيهم واترمارك ولا يمكننا التخلص من هذه الواترمارك إلا عن طريق ترقية الحساب الآن وبكل بساطة سوف نقوم برفع هذا الفيديو على يوتيوب وهنا دعوني أعطيكم ملاحظة صغيرة لكنها مهمة جدا إذا كنتم سوف تعملون على أكثر من نيتش أو مجال مثلا سوف تعملون على عروض في نيتش الربح من الانترنت وكذلك عروض في نيتش أو مجال الصحة وخسارة الوزن وكذلك عروض في نيتش الروحانيات مثل المانيفستيشن والتوكيدات وما إلى ذلك قوموا بإنشاء قناة يوتيوب متخصصة في كل نيتش أو مجال لا تجمعوا كل المراجعات في نفس القناة لأنكم مع الوقت سوف تقومون ببناء جمهور وهذا الجمهور سوف يكون مستهدف في نيتش معين قناة المراجعات لعروض الربح من الانترنت لا تنشروا فيها إلا مراجعات لعروض في هذا المجال نفس الشيء ينطبق على بقية القنوات إذن فلنفترض أنني أنشأت هذه القناة والآن سوف أقوم برفع الفيديو إذن أقوم بالدخول إلى اليوتيوب ستوديو الخاص بقناتي قبل أن نقوم برفع الفيديو سوف نقوم بتغيير عنوانه نقوم بوضع عنوان المراجعة الذي أنشأناه في الخطوة الثانية ثم نضغط ضغط يمين ثم نضغط على إعدادات أو بروبريتيز نضغط على ديتيلز ونقوم بوضع العنوان هنا في التايتل كذلك في الساب تايتل في الريتنج سوف نقوم بالضغط على الخمس نجوم نضغط العنوان في التاجز وكذلك في الكومنتز ثم نضغط على أوكي نعود الآن إلى اليوتيوب ستوديو الخاص بقناتنا نضغط على create نضغط على upload videos ثم نضغط على select files نختار الفيديو ها هو ثم نضغط على open نضع نقطتان بعد العام او السناء ثم نضع نقطة استفهام هنا سوف نأتي الان في اول سطر في ال description ونقوم بوضع رابط التسويق بالعمولة الخاص بنا لو تتذكرون نحن في كل ال call to actions قلنا ان الرابط موجود في اول سطر في description او في وصف الفيديو وكذلك في اول تعليق مثبت اذا هنا سوف اكتب get access to nebula from here نقطتان اعود الى حسابي في warrior plus اضغط على get link اقوم بنسخ هذا الرابط رابط التسويق بالعمولة الخاص بي اتوجه الان الى موقع bit.ly او bit.ly واقوم باختصار الرابط اضغط على create new link اقوم بوضع رابط التسويق بالعمولة هنا paste اضغط على create اضغط الان على copy لنسخ الرابط ثم اقوم بوضعه هنا في اول سطر في description اعود الان الى السطر واقوم بنسخ ولسخ المقدمة الموجودة في المراجعة copy ثم paste بعد ذلك اعيد رابط التسويق بالعمولة الخاص بي مرة اخرى paste بالنسبة للثامنيل او الصورة المصغرة سوف نقوم بانشائها باستعمال الموقع المجاني canva.com اذا بعد الدخول الى canva.com اضغط على create design ثم اختار youtube ثمنيل يمكننا مثلا استغلال هذا الديزاين اقوم بالضغط عليه في هذا المكان سوف اكتب اسم المنتج مع كلمة review اقوم بالتخلص من هذا الايلمنت هنا سوف اكتب don't buy before you watch اضعوا هذه الكلمة في الوسط هكذا اغير لهم كلمة don't buy او لا تشتري الى الاحمر بهذا الشكل هنا سوف اضغط على هذه الصورة اقوم بحذفها واقوم برفع screenshot للعرض او المنتج اضغط على uploads اضغط على upload files اختار screenshot open الان اقوم باخذ screenshot ووضعها هنا لتبدو thumbnail او الصورة المصغرة بهذا الشكل الان سوف نختار لها نفس اسم فيديو اليوتيوب copy paste نضغط على share نضغط على download في الفايل تايب نتأكد ان الصيغة هي png ونضغط على download ها قد تم تحميل thumbnail نعود الان هنا ونضغط على upload thumbnail ها هي الصورة المصغرة نقوم بتحديدها والضغط على open لتبدو الصورة المصغرة بهذا الشكل الان نقوم بالنزول الى الاسفل نضغط على show more الى ان نصل الى الكلمات المفتاحية والان سوف نقوم بادخال كل الكلمات المفتاحية التي يمكن ان يستعملها العملاء المستهدفون في البحث على reviews او مراجعات لهذا المنتج اول كلمة طبعا هي nebula review copy اقوم بنسقها هنا ثم nebula review الفان واربعة وعشرون paste ثم nebula reviews او مراجعات nebula scam nebula legit does nebula work is nebula legit how does nebula work اضيف مثلا nebula pricing nebula oto اذا كما قلنا سوف نقوم بوضع كل الكلمات المفتاحية التي يمكن ان يدخلها اي مستخدم يبحث عن مراجعات لهذا المنتج وبعد ان يتم رفع الفيديو بالكامل نضغط على next ثم next ثم next وفي النهاية نختار public ثم نضغط على publish وبطبيعة الحال لا تنسوا اضافة ال call to action مع رابط التسويق بالعمولة الخاص بكم في اول pinned comment او تعليق مثبت بالنسبة لموقع linkedin العملية تختلف بعض الشيء كما قلنا اذا اردنا الظهور في نتائج البحث فيجب ان يكون المحتوى الذين قوموا بنشره مكتوب عن طريق انسان وليس عن طريق ذكاء اصطناعي وبطبيعة الحال معظم المحتوى المصنوع عن طريق شات جي بي تي يتم اكتشافه في محركات البحث اذا كيف يمكننا تفادي هذه الخطوة وتحويل هذا المحتوى الى محتوى مكتوب عن طريق انسان دعونا اولا نرى ان كانت محركات البحث سوف تكتشف ان هذا المحتوى مكتوب عن طريق الذكاء الاصطناعي وفي هذه الخطوة سوف نستعمل اذا بعد الدخول هنا سوف نقوم بنسخ المقالة التي قمنا بانشائها نقوم بنسخ اول فقرة مثلا ونقوم بنسخها هنا ثم نضغط على check for AI content كما نرى هنا hard to tell الموقع ليس متأكد ان هذا المحتوى مكتوب عن طريق انسان لكن اذا اخذنا نفس هذه الفقرة وتوجهنا الى موقع stealth writer والذي سوف اترك لكم رابطه في المواقع والادوات المشروحة في صندوق الوصف وقمنا بانشاء حساب مجاني كما نرى هنا free plan ثم قمنا بلسق الفقرة هنا paste نضغط على humanize ها قد تم اعادة سياغة الفقرة اقوم بنسخها واعود الى موقع content scale اقوم بحذف هذه الفقرة واقوم بلسق الفقرة المعاد سياغتها ثم اضغط على check for AI content كما نرى passes as a human هذا المحتوى لن يتم اكتشافه في محركات البحث اذا كل ما علينا فعله الان هو اعادة سياغة هذه الفقرة قبل نشرها على منصة linkedin اذا دعونا نعود الى منصة linkedin وبعد انشاء الحساب سوف نضغط على write article نقوم بوضع banner هنا والتي سوف تكون thumbnail او الصورة المصغرة للفيديو الموجود على يوتيوب اضغط على upload from computer واختار الصورة المصغرة ثم اضغط على open بعد ذلك هنا في title سوف نقوم بوضع العنوان الذي انشأناه عند انشاء المراجعة ثم نقوم بوضع نقطة استفهام والان سوف نبدأ بانشاء المقالة كما قلنا سوف نقوم باخذ كل فقرة على حدا نقوم باعادة سياغتها ثم نقوم بلسقها في مقالتنا في موقع linkedin والان سوف نبدأ بالمقدمة اذا نقوم بنسخاته المقدمة نتوجه الى موقع اعادة الصياغة ونقوم بلسق المقدمة هنا بعد ذلك نضغط على humanize ننتظر حتى تتم اعادة سياغت هذه الفقرة وهي قد حصلنا على الفقرة المعاد سياغتها نضغط على هذا الزر لنسخها نعود الان الى مراجعتنا في موقع linkedin ونقوم بلسق المقالة هنا نعود الى السطر ونقوم بترحي الاسئلة التي سوف نجيب عليها داخل المراجعة اذا ها هي الاسئلة اقوم بنسخها اقوم بترحيها هنا نعود الى السطر ونقوم بنسخ ولسق عنوان اول فقرة اذا العنوان الاول هو what is nebula copy نقوم بلسقه هنا paste ثم نعود الى السطر ونقوم بنسخ الفقرة التي تجيب على هذا السؤال copy كالعادة نتوجه الى موقع اعادة الصياغة صياغة نقوم بنسخ الفقرة هنا paste ونضغط على humanize ها قد تم اعادة صياغة الفقرة اقوم بنسخها اعود الى موقع linkedin واقوم بنسخها paste ثم اعود الى السطر واقوم بنفس الشيء للفقرة الموالية اذا الفقرة الموالية who created nebula اقوم بنسخ العنوان ثم اقوم بلسقه في مقالتي في linkedin اعود الى السطر واقوم باعادة صياغة هاته الفقرة اذا copy اتوجه الى موقع steel thriter اصعد الى الاعلى واقوم بلسق الفقرة هنا paste ثم اضغط على humanize انتظر حتى تنتهي عملية اعادة الصياغة ثم اقوم بنسخ الفقرة المعاد صياغتها اعود الى linkedin واقوم بلسقها واكرر هاته الخطوة الى ان انتهي من اعادة صياغة كل المقالة اذا سوف اقوم باكمال هاته الخطوة ثم اعود اليكم عدنا اصدقائي وهقد انتهيت من اعادة صياغة كل المقالة لتبدو وكأنه محتوى تم كتابته عن طريق انسان وهذا ما سوف يساعدنا في الظهور في نتائج البحث الان اريد منكم ان تعودوا الى القالب او التيمبليت الذي تركته لكم في المواقع والادوات المشروحة في صندوق الوصف حتى نقوم بالتعديل على المقالة حسب هذا القالب اول شيء الـ H1 او العنوان الرئيسي لا يمكننا التعديل عليه في منصة linkedin لانه يكون H1 او عنوان رئيسي اوتوماتيكيا بعد ذلك هناك المقدمة وبعدها مباشرة اول فقرة رئيسية في المراجعة اذا عدنا الى القالب سوف نرى ان what is product name وهي نفس الفقرة هنا what is nebula هي عنوان رئيسي H2 وهناك ايضا عنوان فرعية H3 لكن هنا في linkedin بما انه يتم وضع العنوان الرئيسي H1 بطريقة اوتوماتيكية اذا هنا في style لم نجده H3 يوجد فقط heading 1 او H1 وهيدينج 2 او H2 اذا سوف نقوم بوضع العنوان الرئيسية والموجودة في القالب H2 هنا في linkedin سوف نضعها H1 سوف نختار heading 1 او H1 اذا بالنسبة للعنوان الاول what is nebula هو عنوان H1 بعد ذلك لدينا هذا العنوان who created nebula اذا عدنا الى القالب سوف نجده ان هذا العنوان who created product هو H3 اذا بما انه ليس لدينا H3 في linkedin فسوف نضع هذا العنوان heading 2 او H2 اذا نضغط هنا على H2 العنوان الثاني ايضا top benefits of product name هو H3 اذا في linkedin سوف نضعه H2 heading 2 best features هو heading 2 اذا في linkedin سوف نضعه heading 1 او H1 اذا هنا في style نختار heading 1 ثم بعد الانترو في هذه الفقرة لدينا عنوان فرعية كما نرى هنا each feature will be an H3 كل واحدة من هذه المزايا سوف تكون H3 اذا هنا في linkedin سوف نقوم بوضع كل واحدة من هذه المزايا heading 2 او H2 ها هي الاولى اقوم بالرجوع الى السطر واضع عنوانها H2 ها هي الثانية اعود الى السطر واضع عنوانها ايضا H2 ونفس الشيء لبقية المزايا كلها H2 بهذا الشكل كلها نجعلها H2 والتي توافق ال H3 في القالب او التمبليت بالنسبة للبرايسنج هنا العنوان هو H2 اذا في linkedin سوف نجعله heading 1 او H1 ونقوم بنفس الشيء لبقية عنوان المقالة وبما ان كل العنوان المراجعة هي عبارة عن اسئلة يطرحها العملاء المستهدفين الذين يبحثون عن مراجعة لهذا المنتج فنحن بانشاء هذه العنوان نساعد محركات البحث على ارشفة مراجعتنا وعلى اظهارها في نتائج البحث الآن بعد ان قمنا باضافة عنوان المقالة والتعديل عليها سوف نقوم بوضع ال Call to Actions سوف نقوم مثلا بوضع اول Call to Action بعد Section What is Nebula اذا نقوم بالنزول الى الاسفل وقبل ال Section الثانية نقوم بالرجوع الى السطر ونكتب قم بالدخول للموقع الرسمي لنيبولا من هنا وكتبت www.nebula.com طبعا هذا ليس الموقع الرسمي لكنني سوف اقوم باستخراج رابط التسويق بالعمولة الخاص بي لعرض نيبولا ها هو اقوم بنسخه Copy ثم اعود هنا واقوم بتضليل هذا الرابط اضغط على زر اضافة Link او Add Link واقوم بوضع رابط التسويق بالعمولة الخاص بي هنا ثم اضغط على Apply وبهذه الطريقة انا قمت باضافة رابط التسويق بالعمولة الخاص بي بطريقة ذكية بعد ذلك سوف نقوم بتضليل هاته الجملة ونجعلها Bold نقوم الآن بالنزول الى الاسفل ونأتي مثلا بعد Section Pricing او السعر نقوم بالنزول الى الاسفل وبعدها مباشرة نعود الى السطر ونقوم باضافة Call to Action تتحدث عن تخفيض او Reduction مثلا سوف اكتب Click here to get Nebula for the most discounted price today اضغط هنا للحصول على Nebula بارخص سعر موجود اليوم كالعادة اقوم بنسخ رابط التسويق بالعمولة الخاص بي Copy اعود هنا اقوم بتضليل هاته الجملة اضغط على زر Add Link اقوم بلسق الرابط Paste ثم اضغط على Apply نأتي الان الى اخر المقالة نقوم بالرجوع الى السطر ونكتب مثلا Click here to start your make money online journey with Nebula now اضغط هنا لتبدأ رحلتك في ربح المال من الانترنت مع Nebula الان كالعادة اقوم بنسخ رابط التسويق بالعمولة الخاص بي اعود هنا اقوم بتضليل هاته الجملة اضغط على زر Add Link السق الرابط Paste ثم اضغط على Apply وبعد اضافة ال Call to Actions سوف اضغط على Next وهنا سوف نقوم باضافة Description صغير لهاته المراجعة مع بعض الهاشتاج مثلا انا سوف اقوم بنسخ مقدمة المراجعة مرة اخرى Copy اقوم باعادة سياغتها باستعمال موقع Stealth Writer لاحصل على نسخة اخرى من هاته المقدمة اذا اقوم بلسقها هنا Paste اضغط على Humanize بعد ذلك اقوم بلسق الفقرة المعاد سياغتها هنا الان اعود الى السطر واقوم باضافة بعض الهاشتاج مثل Nebula Nebula Review Nebula Reviews واضيف هاشتاج بكل الكلمات المفتاحية التي يمكن ان يستعملها الجمهور المستهدف للبحث عن مراجعة لهذا العرض ايضا يمكنني ان اضيف بعض الهاشتاج في النيتش الذي يستهدفه العرض الذي اسوق له مثلا عرض Nebula يستهدف نيتش Make Money Online او الربح من الانترنت يمكنني ان اكتب هنا Make Money Online Make Money Earn Money Online وهكذا دوليك وبعد الانتهاء من وضع الهاشتاج سوف نضغط على Publish او نشر وهي قد تم نشر المقالة بنجاح اصدقائي وهي مقالتنا كما نرى مقالة منظمة تجيب عن كل اسئلة الاشخاص الذين يبحثون عن مراجعة لهذا المنتج وفيها Call to Actions قوية والاهم من ذلك هو انها معدة للظهور في نتائج البحث واخر خطوة سوف نقوم بها لزيادة فرصتنا للظهور في نتائج البحث في اسرع مدة ممكنة هي انشاء Backlinks او روابط خلفية لمقالتنا على Linkedin وكذلك مراجعتنا على يوتيوب الامر ابسط مما تتخيلون سوف نقوم بكل بساطة بنشر فيديو المراجعة على يوتيوب في مقالتنا على Linkedin والعكس بالعكس سوف نقوم بنشر هذه المقالة الموجودة على Linkedin في Description فيديو مراجعتنا الموجود على يوتيوب دعونا نبدأ بفيديو اليوتيوب والذي سوف نقوم بنشره في مقالتنا على Linkedin اذا سوف نقوم بنسخ رابط الفيديو Copy Video Link نتوجه الى مقالتنا في موقع Linkedin نضغط على Edit Article او التعديل على المقالة بعد ذلك نقوم بالنزول الى اسفل المقالة نعود الى السطر ثم في هذه القائمة في الاعلى سوف نضغط على هذا الزر زر Embed نضغط هنا ونقوم بلسق الرابط في هذا المكان وفي النهاية نضغط على Apply ننتظر قليلا وكما نرى تم اضافة فيديو اليوتيوب هنا في مقالتنا وفي النهاية نضغط على Update نعود الان الى فيديو المراجعة على يوتيوب نضغط هنا ثم هنا في Description سوف نعود الى السطر ونكتب Read the full review on Linkedin اقرأ المراجعة كاملة على موقع Linkedin نضع نقطتان نعود الان الى مراجعتنا على Linkedin وسوف نضغط على زر Share او نشر بعد ذلك نضغط على Copy Link نعود الان الى الفيديو الخاص بنا على يوتيوب نقوم بلسق الرابط هنا Paste وفي النهاية نضغط على Save وبهذه الطريقة نحن قمنا باضافة Back Links او روابط خلفية قوية جدا لفيديو المراجعة على يوتيوب وكذلك مقالتنا على Linkedin وهذا ما سوف يساعد ويسرع بشكل كبير ظهور المراجعات في نتائج البحث في محرك البحث جوجل وبهذه الخطوات البسيطة يمكنكم توظيف الذكاء الاصطناعي لمراجعة كل المنتجات الجديدة والظهور في نتائج البحث في اقصر مدة ممكنة وبالتالي الحصول على ارباح تصل الى مئات الدولارات وربما الاف الدولارات من التسويق بالعمولة الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية شرح اليوم اذا اعجبكم الشرح لا تنسوا ضغط زر اللايك والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس على خاصية All او الكل لتصلكم اشعارات بكل الشروحات القادمة انا لم يبقى لي الا ان اتمنى لكم كل التوفيق والنجاح واراكم باذن الله في شرح اللاحق